ومن نعم الله سبحانه وتعالى على المسلمين أن الله أكمل لهم هذا الدين وأنه رضيه أولهم ولا يمكن أن تقع واقع في هذه الحياة إلا وفي شريعة الإسلام حكم لها من الأصول المهمة وهي مرتبطة أيضا بمنهج أهد السنة والجماعة عند الاختلاف أن يتحاكموا إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أفق فهم السلف الصالح لما في الكتاب والسنة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ورسولنا عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي وفي قوله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما هذا يدل وغيره من النصوص كثيرة نصوص كثيرة تؤكد على التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام أنهما هما المرجع ولذلك أهل السنة والجماعة لا يقدمون على الكتاب والسنة قولا أي من الناس ولا يعيدون أي قول إلا إذا كان موافقا لما في الكتاب والسنة ومن نعم الله سبحانه وتعالى على المسلمين أن الله أكمل لهم هذا الدين وأنه رضيه أولهم ولا يمكن أن تقع واقع في هذه الحياة إلا وفي شريعة الإسلام حكم لها يقول سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وطبعا هذا هو المرجع أو مرجع السلف الصالح ولذلك ساروا عليه سواء في بيان حكام الإسلام في الدعوة إليه في الرد على أهل الأهواء والمنحرفين عن الصراط المستقيم ولا يسلكون مسلك من تأثر بالفلسفات وعلم الكلام وقدم ما تراه عقولهم على ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم